التطور التكنولوجي الكبير اللي وصلنا ليه خل عمليات القرصنة والسطو على بيانات عملاء البنوك بقى أسهل من زمان بكتير وعلشان كده البنك المركزي بيشدد جداً عن البنوك في ملف الأمن السبراني وحماية بيانات العملاء ومخصص إدارة مختصة لمتابعة الملف ده ده غير إنه بيتابع أي شكوى بتوصل من أي عميل بخصوص التعرض للنصب أو استخدام بيانات العميل في عمليات سحب من رصيده من غير ما يعرف ورغم كده كل فترة بيتم اكتشاف صغرات بيستخدامها الهاكرز في النوع ده من العمليات وآخر وقعة بتخص أحد الصحفيين اللي كشف تعرضه لعملية سطو على بياناته وسحب فلوس من الفيزا الخاصة بيه الصادرة عن بنك كريدي أجريكول مصر وإزاي لما اكتشف الوقعة اشتكى للبنك وأثبت إنه مش هو اللي استخدم بتقطه فيترى إيه تفاصيل الوقعة دي وإزاي كريدي أجريكول اتصرف مع العميل وإيدور البنك المركزي في وقاع زي دي ووقاع اعتنية ممسلة تحت عنوان خلي بالك من بياناتك في البنك واسمع حكايتي حكى الصحفي محمد المنسي حكايته مع بنك كريدي أجريكول وإزاي اتعرض لعملية سطو على بياناته ورد التفاصيل الوقعة وقال لقيت مكلمة من شخص قال لي إنه من بنك كريدي أجريكول وبيكلمني علشان فيه مشكلة في كارتي اللي هناك وقال رقم الكارت اللي هو كذا كذا وقال لي أرقام الكارت كلها وتابع الصحفي حكايته وقال طبعا أنا عارف إن فيه عمليات نصب كتير بتتم بالطريقة دي لكن فجأت بعت لي رسالة من حساب ورقم بإسم البنك نفسه وقال لي قول الكود اللي جالك كنت مشغول جدا وبدون تفكير إديته الكود اللي وصلني وفي لحظة واحدة تمت عملية النصب بنجاح في عملية شراء على الإنترنت وحكى إيه اللي حصل بعد كده وقال أدركت حتى قبل ما يبان إنه سحب الفلوس إني اتعرضت لعملية نصب لكن خلني بالك النصب كان إزاي؟ ده عارف إن لي حساب في البنك ده وعارف رقم الكارت وهينتهي إمتى ورقم تليفوني كل بيانات الكارت بتاعي ودخلها اشترى بيها كمان المفاجأة أنا عمري ما استخدمت الكارت ده في أي مكان لا في محل ولا أونلاين ولا في أي منطقة طبعا رحت للبنك سألته بياناتي طلعت منين قال لي مش من خلالنا أكيد من طريقة تانية قلت لهم الكارت عمري ما طلعته من المحفظة حتى البنك سهلي يتأكد إنه عمري ما استخدمته يعني فكرة سرقة البيانات من خلالي فكرة منعدمة البنك قال لي طيب خلاص مفيش مشكلة هنرجع لك 25% من الفلوس اللي اتسحبت منك قلت لهم لأ أنا محتاج فلوسي كلها علشان إنتوا عندكم مشكلة قالوا لي مش هندفع الفلوس كلها قلت لهم خلاص هشتكي في البنك المركزي وفعلا رحت عملت شكوى في البنك المركزي ولقيت اتصال من كريدي أجريكول بيقول لي إحنا سحبنا عرض 25% وحضرتك هنشوف البنك المركزي هيقول إيه وختم الصحفي كلامه وقال فكرة المعلومات والبيانات أصبحت أداء أساسية النهاردة في أي مهمة تسويق أو نصب واحتيال للأسف زي أرقام وبيانات الهواتف اللي بيتم باعها لشركات التسويق دون موافقة أو علم العملاء وبيتم استخدامها للأسف في حالات النصب نفس الفكرة في بيانات العملاء بالبنوك ولكن مع الفارق في خطرتها علشان كده الموضوع خطير بجد ولازم البنوك تسد أي صغرات عندها والناس تاخد بالها أكتر وأكتر طبعاً اللي حصل دوارد يحصل مع أي عميل ولازم كل واحد فينا ياخد باله وما يديش بياناته لأي حد يتصل بيها أو يبعث له رسالة والبنك لازم يحقق في الموضوع ده ويشوف الصغرة فين ويحاول يحلها أنا أشركت أشرف وإلى اللقاء